موسيقى الأخبار من الميادين أهلا بكم وإلى العنوين موسيقى الاحتلال يتسلم جثة إسرائيلي بعد تدخل الأمم المتحدة والسلطة الفلسطينية وأحداد عام في نابلوس اليوم بعد ارتقاء شهداء ثلاثة برصاص الاحتلال موسيقى موسيقى ترى أن لقاء الأسد أردوغان سيكون في غاية الأهمية وأنه يجب تهيئة الظروف له والبنتاجون يدين العمليات العسكرية التركية في سوريا والعراق موسيقى الحكومة العراقية تقرر وضع خطة لإعادة نشر قواتها على طول الحدود مع تركيا وإيران موسيقى تهران تطالب بغداد بتنفيذ الاتفاقات في مجال إغلاق مقار الإرهابيين ونزع سلاحهم والشرطة الإيرانية تعتقل انتحاريين قبل ارتكابهما عملا إرهابيا في مدينة قدس قرب تهران موسيقى يونج يانج تصف حكومة سيول بالغبية وتحذر من أن محاولات فرض عقوبات عليها لن تجلب لها الأمن والسلام موسيقى أوسيا تتهم الغربة بتدمير أوكرانيا لتكريس هيمنته وزيادة أرباحه من ربيعات الأسلحة ولافروف يشكك في الأهلية العقلية للداعين لفرض عقوبات على موسكو موسيقى أهلا بكم غدا ترتقاء ثلاثة الشهداء برصاص الاحتلال أعلنت القوى الوطنية والإسلامية في محافظة نابلوس حدادا شاملا اليوم فيما دعى منسق القوى الوطنية في المدينة إلى المشاركة في تشييع جثامين الشهداء وزارة الصحة الفلسطينية كانت قد أعلنت ارتقاء الشهيد محمد حرزالة من كتيبة عرين الأسود متأثرا بإصابة خطرة برصاص الاحتلال منذ تموز يوليو الماضي والشاب محمد أبو كشك الذي أصيب قبل يومين إضافة إلى الطفل أحمد شهادة الذي أعلن استشهاده خلال اقتحام نابلوس فجر أمس تسلمت سلطات الاحتلال فجر اليوم جثة إسرائيلي كان قد قتل بحادث سير في جنين جيش الاحتلال قال أن عملية التسلم جاءت نتيجة جهودا وتنصيقا مع أجهزة الأمن الفلسطينية والسلطة فيما تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن مساعر بذرتها الأمم المتحدة من أجل تسليم الجثة إلى ذلك أعلنت حكومة الاحتلال إغلاق مع بريء الجنم وسالم في منطقة جنين أمام نقل البضائع والعمال وذلك بدءا من اليوم وحتى إشعار آخر نشرت مجموعة من الهاكرز تطلق على نفسها اسم عصى موسى تسجيلا للحظة انفجار العبوة الناسفة في عملية محطة الحافلات المركزية من قدس المحتلة وقالت المجموعة أنها تمكنت من اختراق الكاميرات الإسرائيلية في محطة الحافلات واستولت على تصوير للحظة الانفجار الذي أدى إلى مقتل إسرائيلي وإصابة نحو أربعين آخرين وصفت جراح ثلاثة منهم بالخطرة موسيقى عملية القدس المزدوجة التي أدت إلى مقتل مستوطن على الأقل وإصابة نحو ثلاثين آخرين تعيد شبح العمليات التبجيرية إلى طاولة المنظومة الأمنية الإسرائيلية هنام حميد والتفاصيل عمليات ارتبطت بالانتفاضة الثانية لم يكن في وسع الاحتلال الإسرائيلي السيطرة عليها يعود شبحها ليخيم على إسرائيل من جديد عملية تفجيرية مزدوجة في موقعين بفارق نصف ساعة فاجأت سلطات الاحتلال في القدس مدام الاحتلال موجود فهذا يعني أن المقاومة الفلسطينية مستمرة الاحتلال يتغول ويتوحش على شعبنا ما يجري في الطفة الغربية مؤشر على أن هذا الاحتلال يمعن في عملية إدلال شعبنا ومحاولات قتل هذا الشعب الفلسطيني هو تحت ذريعة ومبرر قتل روح المقاومة عند الشعب الفلسطيني من اللي عمالهم بشوفوه اللي بصير الولاد اللي بتأثنوا والمنات اللي بيطلوه كل ايوتها الوضع مش مرترعي عملية القدس أسفرت عن مقتل مستوطن على الأقل وإصابة نحو ثلاثين آخرين وقد نفذت بتفجير عبوتين ناسفتين عن بعد لتلتحق بسلسلة واسعة من عمليات الدهس والطعن وإطلاق النار في القدس وفي الضفة الغربية خلال الأشهر الأخيرة ردا على جرائم الاحتلال التي استشهد خلالها أكثر من مئتي فلسطيني يجب جباية الثمن من الإرهاب وهذا يعني العودة إلى سياسة التصفيات المركزة يقول بنكفير قيادات الحكومة الإسرائيلية المرتقبة التي تطالب بالحقائب الأمنية سارعت إلى استغلال الحدث الأمني الذي كشف عن فشل المنظومة العسكرية بعدم استباقه ومنعه والتهديد والوعيد ضد الفلسطينيين والضغط على بن يمين التنياهو لتأليف حكومته بسرعة نحو عقد من الزمن قد مر منذ آخر عملية تفجيرية شهدتها المدينة السؤال المطروح اليوم على أجندة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية هو هل باتت القدس أمام مرحلة جديدة من العمليات الفلسطينية؟ هنا محميد القدس المحتلة الميادين حزب الله شهد بالعمليتين البطوليتين في مدينة القدس واصفا إياها بأنها تمثل تجسيدا حقيقيا لرفض الشعب الفلسطيني استمرار الاحتلال وقال الحزب في بيان أن تنفيذ هتين العمليتين وكد قدرة المقاومة على اختراق إجراءات العدو وتوجيه الضربات المؤلمة له في المكان والزمان الذين تختارهما مضيفا أن تصابق الشباب الفلسطيني ليكون في طليعة المجاهدين دليل على وعي هذا الشعب وتصميمه على تحرير أرضه بالقاسية والصعبة وصفوا في إسرائيل العملية المزدوجة في القدس المحتلة التي جاءت على مستوى عال من الدقة والتنفيذ في ظل حديث خبراء عن إرسائها معادلة جديدة من حيث شكل العمليات الفلسطينية وطابعها تقرير منال إسماعيل تحت وطأة الخلافات على تأليف الحكومة الجديدة وفي الوقت الذي كان فيه اهتمام المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية منصبا على الضفة الغربية وقطاع غزة جاءت العملية في القدس المحتلة لتوجه ضربة قاسية جدا لكل أجهزة الأمن الإسرائيلية وبمستوياتها المختلفة العملية المزدوجة التي وقعت في ساحتين مختلفتين في القدس المحتلة نفذت بحسب خبراء بكثير من الدقة والتنسيق وجسدت وفق جهات أمنية إسرائيلية تحديدا السيناريو الذي كانوا يخشونه في الشرطة الإسرائيلية ولم يختبروا مثيلا له منذ نحو عشرين عاما صباح صعب وقاسا وما جرى هو مخطط عملية لم نرى متين لها منذ سنوات وجهد الشرطة الإسرائيلية حاليا منصب على منع العملية التالية وفيما رأى محللون أن العملية في القدس المحتلة وضعت المؤسسة الأمنية والعسكرية أمام تحدي صعب وهو معرفة إلى أين تتجه الأمور في المرحلة المقبلة وجد رئيس حزب قوى يهودية المتطرف إتمار بن كفير في العملية مناسبة للدعوة إلى تشديد الإجراءات ضد الفلسطينيين والعودة إلى سياسة الاغتيالات هذا صباح صعب وهو يأتي ضمن سلسلة عمليات لم تبدأ هذا الصباح وفقد بمعجزة لم نحصي عشرات القتلى يجب جباية ثمن الإرهاب وهذا يعني العودة إلى التصفيات المركزة وإعادة الربع وفي ظل التخبط الذي أصاب الأجهزة الأمنية الإسرائيلية وفي مقدمتها الشرطة الإسرائيلية التي رفعت مستوى التأهب ونشرت ما يزيد على خمسة أهلاف شرطي على الأرض قدر خبراء أن العملية في القدس تشير إلى معادلة جديدة ترسم حاليا قد تضع إسرائيل وفقا لهم على عتبة مرحلة جديدة وصعبة مع تغير في طابع العمليات وشكلها ملياران ونصف مليار دولار يخسرها الفلسطينيون في الضفة الغربية سنويا من جراء قيود الاحتلال الذي يسيطر من خلالها على الأراضي الخصبة في الضفة الغربية ويمنع الفلسطينيين حتى من تنمية ما تبقى من أراضي والإغراءات الضخمة لأي إسرائيلي يريد العيش في المستوطنات تقرير مسعصي بحسب منظمة الأمم المتحدة للتنمية أنكتار فأن تكلفة الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية والقدس بلغت خمسين مليار دولار بين عامي ألفين وألفين وعشرين قوة الاحتلال التي تسيطر على سبعين في المائة من المنطقة جيم في الضفة الغربية وهي المنطقة التي تضم أكثر الأراضي خصوبة وذات الموارد الطبيعية الأكثر قيمة تمنع الفلسطينيين من بدل أي مجهود لتنمية المناطق الباقية لو كانت هذه الأراضي تحت سيطرة الفلسطينية ويستفيد منها الشعب الفلسطيني لكانه استوى الدخل بالنسبة للشعب الفلسطيني على كثير مما هو عليه ولكانت العائد الضريبي بالنسبة للحكومة الفلسطينية على كثير مما هي عليه ومما يتيح لها أن تقدم المزيد من الخدمات الاقتصادية والتعليمية والدعم للفغراء وكان ذلك أيضا كفيل بأن ينهي اعتماد السلطة الفلسطينية واعتماد الشعب الفلسطيني على الدعم الخارجي الشعب الفلسطيني لا يحتاج إلى أي دعم خارجي إذا تم ينهى الاحتلال الحكومة الإسرائيلية تقدم إغراءات مادية ضخمة لإقناع الإسرائيليين بالعيش في مستوطنات الضفة الغربية الحكومة الإسرائيلية تقدم للأساتذة الذين ينتقلون إلى المستوطنات زيادة على الراتب تصل إلى 70% لتشجيعهم على الانتقال إلى هناك من أجل تعزيز المدارس وجذب المزيد من المستوطنين كما تقدم إعفاءات ضربية للمستوطنين ودعما ماليا مباشرا وإعفاءات ضربية للمشاريع الزراعية في المستوطنات ويقدر تقرير الأممي مساهمة المستوطنات الإسرائيلية في اقتصال دولة الاحتلال بنحو 42 مليار دولار سنويا أو 227% من إجمال الناتج المحلي الفلسطيني الفرق بين التقرير الأممي لهذا العام والتقرير الذي صدر العام الماضي أو العام الذي سبقه هو ازدياد تكلفة الاحتلال بمعدل مليارين ونصف مليار دولار سنويا في المقابل ارتفع حجم الاستيطان وسرقة ثروات الفلسطينيين أما ما تفعله الأمم المتحدة والمجتمع الدولي فلم يتغير تواطئ مع الاحتلال أو سكوط تام في أفضل الحالات موسى عصي جنيف الميادين تعرض حقل العمر النفطي في دير الزور في سوريا لهجوم بالصواريخ حيث توجد قاعدة القوات الأمريكية وشارت مواقع سوريا لأن حريقين ضخمين اندلعا في الحقل بعد الهجوم أعلم البنتاجون عن قلقه العميق من تصعيد الإجراءات في الشمالين السوري والعراقي وتركيا مؤكدا أنه يهدد تقدم أن أحرزه التحالف الدولي لهزم داعش على مدى سنوات وفق تعبيره وقال البنتاجون في بيان له أن الضربات الجوية الأخيرة في سوريا هددت على نحو مباشر سلامة الأفراد الأمريكيين هناك مشددا على ضرورة خفض التصعيد فورا لكنه أكد تفهمه لما وصفه بالمخاوف الأمنية المشروعة لتركيا استشهد وجرح عدد من عناصر الجيش السوري من جراء قصف مدفعي تركي استهدف نقاط عسكرية مشتركة مع قصة في قرى تل شعير وجارقلي بمحيط مدينة القامشلي وكان الطائرة مسيرة تركية قد استهدفت معمل الغاز المنزلي في منطقة جل آغا شرق المدينة إلى جانب شن الطائرات الحربية التركية أربع غرات على قرية علي آغا في تلكوشار شمال شرق سوريا كما قصفت الطائرات التركية محيط سجن جركين في القامشلي الخاص بسجناء تنظيم داعش القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي قال أن يقاف العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش احتجاجا على الموقف الأمريكي من الهجمات التركية شمالية سوريا ورأى عبدي أن العملية ضد داعش مع الأمريكيين توقفت بسبب الانشغال بالهجمات التركية وأن التنصيق مع الروسي تأثر أيضا داعيا موسكو وواشنطن إلى التدخل ووقف الهجمات التركية كذلك نفى عبدي علاقة قصد بتفجير قرقاميش لافتا إلى أن الحرب بحال اندلاعها لن تبقى محصورة في بقعة محددة وستنتشر في جميع المنطقة وفق تعبيره أعلن مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا أليكسندر لفرانتيف أن موسكو على استعداد لتوفير منصة للقاء رئيسي سوريا وتركيا وقال لفرانتيف أن بلاده ستكون مستعدة لتوفير هذه المنصة إذا كانت هناك رغبة مشتركة بين الجانبين بذلك مضيفا أن مثل هذا الاجتماع مهم للغاية هذا وأعلنت الدول الضامنة لمسار أستنى عن الحاجة إلى تنفيذ الاتفاقات الخاصة بشمال سوريا نقشنا الوضع في شمال شرق سوريا واتفقنا على أن الأمن والاستقرار الدائمين في هذه المنطقة لا يمكن أن يتحقق إلا على أساس الحفاظ على سيادة البلاد وسلامة أراضيها إن الوجود الأجنبي غير المشروع على أراضي الجمهورية العربية السورية سواء الأمريكي أو التركي أو غيره هو انتهاك سافر للقانون الدولي ويجب أن ينتهي فورا دون أي شروط نهيك عن أنه يهدف أساسا إلى إعاقة توفيد الاستقرار في سوريا تركيا وفت بالتزاماتها أيضا بموجب اتفاقية أستانا وحتى الآن نرى أنها قد وفت بالتزاماتها في إطار المحادثات الأمنية مع سوريا وبمساعدة روسيا يمكن لهذه المحادثات أن تحقق المزيد لا يسعني إلا أن أقول بالطبع إننا ما زلنا نعتبر السياسة التي تنتهجها الولايات المتحدة في شمال شرق سوريا سياسة مدمرة وبالنظر إلى حقيقة أن هذا البلد هو الذي يمد الوحدات المسلحة الكردية بالأسطحة والمعدات المختلفة لا يمكننا القول أن هذه الرجمات كما أخبرنا شركاؤنا الأتراك من قبل حزب العمال الكردستاني هي نتيجة أي هواية من جانب هذا الحزب لابد أنه كان هناك نوع من الأوامر التي أعطيت لهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد أنه سيجري العثور على جميع المتورطين في تبجير شارع استقلال في إسطنبول ومحاسبتهم مشيرا إلى أن بلاده تعرف الجهات التي تدعم الجماعات الإرهابية وأن لها الحق في التعامل مع مشاكلها الخاصة في شمالي سوريا محمود واطق بقرار أحادي الجانب تبدو تركيا ماضية في توصيع عملياتها العسكرية المخلب السيف ضد التنظيمات الكردية شمال سوريا والعراق متوعدة بعملية برية وشيكة في الوقت المناسب في محاولة منها لإنشاء منطقة آمنة شمالي سوريا تحميها من صواريخ المنظمات الكردية المسلحة بغض النظر عن عمقها ومساحتها مصممون على إغلاق كامل حدودنا الجنوبية من هطاي إلى هكاري بشريط أمني حتى لا نترك لأحد إمكانية مهاجمة الأراضي التركية ينبغي ألا تنزعج الإدارة العراقية والسورية من المناطق التي جعلتها تركيا آمنة بفضل العمليات التي نفذتها في نطاق مكافحة الإرهاب عملية أنقرة التي تتجاوز فيها تركيا تفاهمات أستانا وسوتشي وفق البعض قد تصطدم بمواقف إقليمية ودولية ولا سيما موسكو التي تدعو إلى ضبط النفس وواشنطن التي تحذر من انتكاسة في الحرب ضد داعش إذا ما توسعت تركيا في هجماتها شمال السوريا وهو ما يكشف عنه بيان مجموعة أستانا الأخير الذي يدعو إلى الالتزام بالاتفاقات الموقعة واحترام السيادة سوريا مع الأخذ في الاعتبار الهواجس التركية من تشكيل نظام سياسي جديد معاد لها قرب حدودها أعتقد أن تركيا تريثت كثيرا في شن العملية ولن تتسرع في الحراك البري حتى لا تقع في مستنقع يصعب الخروج منه ولكن التهديد المستمر بشن عملية برية ورقة مربحة لدى أنقرة للحصول على مكاسب سياسية وأمنية ولمزيد من الضمانات لحماية أراضيها ومواطنيها من أي هجمات مستقبلية إلى ذلك تواصل القوات التركية شن غارات وقصف مواقع كردية شمال شرق سوريا مع تأكيد السلطات استهداف نحو 500 هدف ومقتل العشرات من المسلحين منذ انتلاق العملية العسكرية الجوية حسابات السلطات التركية مع عملياتها العسكرية المستمرة هذه المرة تتخطى الحدود والاتفاقات الإقليمية والدولية بعد التأكيد بأن معيار الأمن لدى أنقرة لا يعرف الحدود وهو ما قد يدخلها في سجال سياسي مع الإقليم ومع قوى دولية محمود واسق اسطنبول الميادين في موازات ذلك قرر المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي وضع خطة لإعادة نشر قوات الحدود العراقية في سبيل ما وصفه بإمساك الخط الصفري على طول الحدود مع إيران وتركيا وفي بياننا كدر ناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللوائحية رسول أن المجلس الوزاري قرر تنصيقه مع حكومة إقليم كردستان ووزارة البشمرقة بهدف توحيد الجهد الوطني لحماية الحدود العراقية إلى جانب تأمين جميع متطلبات الدعم اللوجستي لقيادة قوات الحدود بما يمكنها من إنجاز مهماتها وفق البيان في رسالة وجهتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة طالبت البعث الإيرانية لدى المنظمة الدولية حكومة العراق بتنفيذ الاتفاقات لجهة إغلاق مقار الإرهابيين ونزع سلاحهم وفي الرسالة التي شرحت فيها موقفها من تنفيذ عمليات عسكرية ضد الإرهابيين في شمال العراق أكدت إيران أنها كانت ومنذ سنوات هدفا لهجمات الجماعات الإرهابية المتمركزة في إقليم كردستان العراق أعلنت وكالة إيرانا أن الشرطة الإيرانية اعتقلت انتحاريين قبل ارتكابهما أي عمل إرهابي بمدينة قدس قرب طهران وأعلن قائد الشرطة غرب طهران كيوي ظاهيري أن عملية الاعتقال حجرت بعد ورود أنباء عن تخطيط فرقة انتحارية لتنفيذ عملية تفجيرية في أحد الأماكن الدينية بمدينة قدس قرب طهران فبدأت عندئذ فرق مشاركة من الاستخبارات والأمن العام التحقيق في الأمر على نحو خاص وخلال التفتيش عثر على مسدسين واحدى وتسعين طلقة نارية وثلاثة كاتمات للصوت وسبعة كيلوغرامات من المتفجرات وجهاز تحكم عن بعد شدد مطران برشية طهران وشمال إيران سيبو الساركسيان على أن إيران بعد الثورة الإسلامية تميزت بالحفاظ على التنوع في المجتمع وفي مقابلة مع الميادين قال المطران ساركسيان أنه بعد الثورة كتبت حقوق الأقليات الدينية في الدستور بعد الثورة الإيرانية أو الثورة الإسلامية حقوق الأقليات الدينية كتبت في الدستور الإيراني فهذا امتياز التصور وهذا أيضا شيء الذي يريح الأقليات بمعنى الكلمة فرغم الضغط الذي يتعرض لها إيران بعد الثورة الإسلامية الإيرانيون كشعب واحد حاولوا ويحاولوا أيضا أن يكونوا متوحدين المطران ساركسيان أكدى وجود حرب تشنها واشنطن وحلفاؤها لتركيع إيران مؤكدا أن الإيرانيين سيتصدون لها هذا الحرب هو حرب استكباري لأن أمريكا وحلفائها يريدون أن تركع إيران أمامهم ولكن إيران كشعب له قيمته كشعب الذي هو مرتبط بقيمه التاريخية الإنسانية الخلاقية يتصدى لهذا الهجوم الأجنبي ويستمر في كفاحه ونضاله لأجل حياة أفضل وبناء وبناء مجتمع أفضل أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إحباط المؤامرة التي كانت مخططة لإثارة حرب إرهابية وحرب أهلية لتقسيم إيران وأضف عبداللهيان أن المخططة ضد إيران يشبه مخططة ما حدث في العراق عام 2019 وفقا لوثائق دقيقة لدينا تم إحباط المؤامرة التي كانت مخططة لإثارة حرب إرهابية وحرب أهلية لتقسيم الجمهورية الإسلامية الإيرانية ووفقا لبعض المسؤولين الغربيين فأن المخططة ضد إيران يشبه مخططة ما حدث في العراق عام 2019 وأسقط حكومة عبد المهدي التدخل الأجنبي في الأسبوع الأخيرة كان في أعلى المستويات الترويكا الأوروبية وأمريكا والكيان الصهيوني لا يدركون حقيقة ما يجري على أرض الواقع الغرب له تاريخ أسود في مجال حقوق الإنسان ولا يحق له أن يتحدث عن حقوق الإنسان في إيران قوى الأمن في إيران تحلت بالصبر أمام مثيري الاترابات واستشد أكثر من خمسين عنصرا حتى الآن دفاعا عن أمن البلاد عبداللهيان أكد أن حكومة العراق المركزية اتفقت مع إيران على إبعاد الجماعات الإرهابية عن الحدود الإيرانية وأعلنت التزامها بذلك تم تنشيط 76 مركزا إرهابيا ضد الثورة الإسلامية في أقليم كردستان خلال الأسبوع الأخيرة وتم إدخال أسلحة إسرائيلية وأمريكية إلى إيران اتفقنا مع الحكومة العراقية المركزية على ضبط الأمن على الحدود ونزع أسلحة الإرهابيين والعراق تعهد القيام بذلك وما زلنا نتابع المحادثات المشتركة لتستقر القوات المسلحة العراقية على الحدود المشتركة بيننا الوزير الإيراني أكد أن بلاده لا تزال تتبادل الرسائل الدبلوماسية مع الولايات المتحدة على الرغم من مواقف الأخيرة المتناقضة وأوضحنا الاتهامات المتعلقة بالمواقع النووية الإيرانية المشتبه بها وأحدة من النقاط التي منعت الوصول إلى الاتفاق النووي حتى الآن خلال محادثات الأشهر الماضية مع الطرف الأوروبي الروسي والصيني وخلال تبادل رسائلنا مع الطرف الأمريكي أكدنا تمسك إيران بخطوطها الحمر ولكن الأمريكيين ظنوا أننا سنتنازل عن خطوطنا الحمر خلال أحداث الشغب الأخيرة نؤكد تمسكنا بثوابتنا وما زالت هناك ثلاثة مواضيع محددة هي محل خلاف بين إيران وأمريكا إيران لا تقبل عدم التزام الحكومة الأمريكية المقبلة بالاتفاق الممكن التوصل إليه فنحن نتعامل مع حكومة وليس قبيلة إيران قررت رفع نسب تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو ماذا يعني ذلك وما خلفيات القرار حسين السيد أهلا بكم في الأوينة الأخيرة كثر الحديث والتحليل بشأن تحول إيران إلى دولة عتبة نووية كلام يأتي بعد إجراء إيراني برفع نسبة تخصيب اليورانيوم وتوسيع مستوى الإنتاج الإجراء الإيراني تركز على مستويين الأول بدء إنتاج اليورانيوم على التخصيب بنسبة 60% في منشأة فوردو وهو ما تقوم به طهران أصلاً في منشأة نتانز النووية والثاني استخدام سلسلتين متتاليتين من أجهزة الطرد المركزي IR6 في عملية التخصيب صحيح أن نسبة 60% هذه لا تمكن إيران من صنع قنبلة نووية والتي يحتاج تصنيعها إلى نسبة تخصيب تبلغ 90% لكن طهران قادرة في حال اتخاذها القرار على الوصول إلى هذه النسبة خلال مدة قصيرة تتراوح بين عشرة أيام إلى أسبوعين وفق صحيفة إزرائيل هايوم نسبة لم يتوقع كثيرون أن تتمكن إيران من الوصول إليها خلال سنوات فقبل توقيع الاتفاق النووي عام 2015 لم تتخطى نسبة التخصيب العشرين في المئة فقط ومع تطبيق بنود الاتفاق لم يصبح لطهران بتجاوز نسبة ثلاثة بفاصل ستة وسبعين في المئة لكن القرار الإيراني الأخير لا يأتي من العدم فلم يمضي أسبوع على إصدار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قراره الذي انتقد فيه إيران بسبب ما سماه عدم تعاونها مع الوكالة حتى جاء الرد الإيراني برفع نسبة التخصيب في منشأة فوردو وذلك في إشارة إلى أن قرار الوكالة لن يغير شيئا في حركة البرنامج النووي الإيراني فاصل قصير ونتابع النشرة أهلا بكم من جديد استنكرت كوريا الشمالية دفع جارتها الجنوبية لفرض عقوبات عليها بسبب تجاربها الصاروخية شقيقة الزعيم الشمالي كيم جونغ أون وصفت الرئيس الكوري الجنوبي وإدارته بالأغبياء وبأنهم يرددون ما تقوله واشنطن بحسب بيان لوكالة أنباء كوريا الشمالية وحذرت شقيقة الزعيم الكورية من أن فرض عقوبات كهذه يزيد غضب بيونغ يونغ وعدائيتها وقالت كيم يونغ في البيان أن كوريا الجنوبية تكون غبية إن هي ظنت أنها ستتجنب المخاطر وتعيش بسلام من خلال فرض عقوبات قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن موقف العقلاء زاء تصنيف البرلمان الأوروبي روسيا دولة راعية للإرهاب واضح للجميع وتهكم لافروف على القرار بالقول أنه ليس طبيبا نفسيا لبت مدى أهريتهم العقلية في إشارة منه إلى من أيدوا تصنيف بلاده الذي أقره الأوروبيون في برلمانهم بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا البرلمان الأوروبي كان أعلن موافقته على تصنيف روسيا دولة راعية للإرهاب حسب ما نقلت وكالة ريترز ورأى البرلمان أن الضربات العسكرية التي تنفذها موسكو على أهداف مدنية مثل البنية التحتية للطاقة والمستشفيات والمدارس والملاجئ في أوكرانيا تنتهك القانون الدولية وفق تعبيل اتهم مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فازيلي نبنيزيا الغربة بالعبث بأرواح الأوكرانيين وبتدمير بلادهم في حرب عقيمة لتكريس هيمنته وزيادة أرباح مصانع الأسلحة وفي كلمة خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن أوكرانيا أكد نبنيزيا القوات الروسية تقاتل لحماية بلادها من أي تهديد ما نسمعه من زيلنسكي وسواه لا يوحي بأنه مستعد لقبول السلام بل إنهم يوجهون تهديدات مستهترة والرعاة الغربيون يشجعون هذا الأسلوب غير المسؤول فالحرب الأوكرانية تؤمن لمجمع صناعاتهم العسكرية أرباحا طائلة بتسليح النيتو وبذلك تحاول الدول الغربية تكريس هيمنتها السياسية مستغلة أجساد الأوكرانيين وأرواحهم قبل أقل من شهر على موعد الانتخابات العامة في تونس أعلنت أحزاب وشخصيات سياسية عن مبادرة لينتصر الشعب في محاولة منها للمزيد من الدفع لإنجاح الاستحقاق الدستوري هذه المبادرة قد تثير التساؤلات عن فرصها في تضييق الهوة بين القوى السياسية والحكم وبالتالي هل هي فعلا تمثل الانتخابات منعطفا ينتظره التونسيون للخروج من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية عماد اشتار والتفاصيل مكوين سياسي جديد يعلن عن نفسه في تونس واستحقاق الانتخابات أبرز محطاته الانتصار للخط السيادي الوطني ولدولة الحق والعدل والمساواة إضافة إلى إنهاء حالة الإفلات من العقاب لرموز الحقبة الماضية وتجريم التطبيع مع العدو الصيوني والإيمان بتحرير أرض فلسطين هي المبادئ التي التقت عليها هذه الشخصيات بأصيدها النظاني نحن من خرجنا إلى جانب عشر ألات الآلاف من أمناء شعبنا في الشوارع وهؤلاء من العمال ومن الفلاحين ومن الرأس مال الوطن الذين نزلوا مطالبة بتغيير واقعة تونس المرير وخاصة حل ذلك البرلمان المهزلة ميلاد عسير لطبقة سياسية جديدة في المستقبل البرلمان سيكون أحد التعبيرات امتاحها وأحد تمظهراتها لذلك معناها نحرص أن يكون هذا الميلاد سوي أكثر ما يمكن وأن يكون سليم أكثر ما يمكن مبادرة لينتصر الشعب أعلنت أنها تضم أكثر من أربعمائة مرشح للانتخابات التشريعية من أصل 1055 مرشحا وأنها بصدد الإعداد لقائمة مرشحين مرموقين لمجلس الجهات والأقاريم في رسالة تحدي أطلقتها في وجه مكونات سياسية أخرى تعتبر أنها تمثل الخطة السياسية لمصار الخامس والعشر من جوليا وتتبنى خياراته وتتشارك معها الخزان الانتخابي نفسه التأهب للخارطة القادمة للبرلمان على أساس تشكيل كتلة نيابية مؤثرة تتبنى في نفس الوقت 25 جوليا وخيارات رئيس الجمهورية لكنها تريد أن تذهب أكثر في بناء تونس الجديدة مبادرة لينتصر الشعب هي بحسب مراقبين حالة استباق لما قد يفرزه المشهد البرلماني من تشتت في الأصوات ومحاولة لتجميع قوى متقاربة في الرؤى والمبادئ تتبنى الخيارات ذاتها في الوقت الذي يرتفع فيه بعض الأصوات التي تدعو إلى تأجيل الانتخابات أو إلى أطلاق حوار وطني وتشكيل حكومة إنقاذ وطني بدأت أجال الحملة الانتخابية في الخارج لتعلن أن مصار الانتخابات انطلق فعليا ما يعني أن التاريخ السابع عشر من كانون الأول ديسمبر لإجراء الانتخابات بات موعدا لا يقبل التراجع أعمى تشترى تونس الميادين حاكمت المحكمة العليا في بريطانيا بعدم أحقية الحكومة الإسكتلندية بإجراء السفتاء على الاستقلال من دون الحصول على موافقة مسبقة من الحكومة البريطانية القوانين التي قام على أساسها البرلمان السكتلندي لا تمنحه صلاحية إصدار تشريع يسمح بالاستفتاء على استقلال سكتلندا وبرلمان المملكة المتحدة يحتفظ لنفسه بحق اتخاذ هذه القرارات وبناء عليه يتضح أن مشروع قانون الاستقلال المقترح لا تقتصر تبعاته على مسائل تتعلق بحالة الاتحاد بين سكتلندا وانجلترا وبسيادة برلمان المملكة المتحدة رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستارجن عربت عن إصابتها بالأحباط مشددة على أن الحزب الوطني الاسكتلندي سيحشد لحملة كبيرة للدفاع عن الديمقراطية سيطلق الحزب الوطني الاسكتلندي ويحشد حملة كبيرة للدفاع عن الديمقراطية الاسكتلندية لا شك أنه اعتبارا من اليوم باتت الديمقراطية على المحك لم يعد الأمر يتعلق فقط بما إذا كانت اسكتلندا ستصبح مستقلة أم لا بل بما إذا كان لدينا الحق الديمقراطي الأساسي في اختيار مستقبلنا أم لا اتحاد الصناعيين البريطانيين يطالب حكومة ريشي سونك بتحسين العلاقات التجارية مع دول الاتحاد الأوروبي سونك رفض هذه الدعوات وأكد أنه لن يخفف قيود قوانين الهجرة لسماحي للعمال الأجانب بدخول بريطانيا موسى سرور الأزمة الاقتصادية توقذ حلم عودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي جمعية الصناعيين البريطانيين تتمسق بضرورة إعادة النظر في الاندمام إلى السوق الأوروبية المشتركة وفق النموذج السويسري مطالبة خلال مؤتمرها السنوي الحكومة البريطانية بتخفيف القيود على الهجرة وبإزالة عوائق البريكزيت من أجل تعزيز النمو الاتصادي المستوى التجاري البريطاني هو الأدنى من بين مجموعة السبع بوريس جونسون أنجز اتفاقا مع الاتحاد الأوروبي يسمح لنا بالتجارة مع شركائنا الأوروبيين هناك بعض المزايا الجيدة في هذا الاتفاق لكنها متوقفة بسبب الجدل الحاصل مع بروكسل بشأن إرلندا الشمالية والسيادة ريشي سوناك الذي يخشى الاستضامة مع سقور البريكزيت في حزبه نفاء يتراجعين عن الاتفاقية مسرا على مزايا هذا الاتفاق في تشديد القيود على الهجرة غير الشرعية فيما زعيم المعارضة كيريستارمر طالب رجال الأعمال بالكف عن الاعتماد على اليد العاملة الرخيصة لا يمكن التقليل من إسهامات المهاجرين في الاقتصاد والأعمال التجارية والمجتمع لكن أود التأكيد أن الاعتماد على اليد العاملة الرخيصة كطريقة لتحقيق النمو يجب أن ينتهي وهذا الأمر لا يتعلق بالبريكزيت مكتب مسؤولية الميزانية في بريطانيا رأى أن البريكزيت أسهم في التراجع لاقتصادي من حيث تقليل الإنتاجية على المدى الطويل للبلاد بنسبة 4% أما المزاج البريطاني فيبدو أنه تغير وفق استطلاع أجرته مؤسسة يوغوف ويشير إلى أن 56% من البريطانيين يعتبرون أن البريكزيت فكرة خاطئة إعادة إحياء الجدل بشأن البريكزيت تشهي بفتح المسؤولين في بريطانيا فصلا جديدا من العلاقات غير المتوترة مع بروكسل علاقات تتراجع فيها بريطانيا عن التشدد وتعيد فيها عساباتها السياسية والاقتصادية من أجل تحفيز النمو مساصر لندن الميادين سجلت أسعار السكر العالمي ارتفاعا كبيرا في الأسواق المصرية نتيجة ارتفاعها عالميا منعاكس سلبا على القدرة الشرائية للمصريين وصغياب الدعم الحكومي عن سلع أساسية أخرى خالد أبو عرب بين صعود وهبوط مستمرين تتفاوت أسعار منتج السكر في الأسواق المصرية السبب الرئيسي يرجع إلى وجود فجوة بين نسبتي الاستهلاك والإنتاج التي سجلت نحو 600 طن من السكر ويشير الخبراء إلى أن ارتفاع أسعار السكر يرجع إلى ارتفاع أسعار مستلزمات إنتاجه إضافة إلى احتكار التجار له هناك أسباب لارتفاع الأسعار منها الاحتكار وهذه ظاهرة مقيتة في مصر وهي طبقة التجار التي تتوسط بين المزارعين أو الفلاحين والمستهلكين ثانين ثقافة المستهلكين المصريين حيث بمجرد سماعهم إشاعات عن ارتفاع سلعة الماء فإنهم يذهبون لإكتنازها بكثرة ما يرفع الأسعار بشكل متوالي ويشير خبراء الاقتصاد إلى أهمية الدور الذي يجب أن تؤديه الحكومة المصرية من خلال الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار إلى جانب دور المصانع المحلية المنتجة للسكر بضرورة خفض أسعاره في وقت تحقق فيه مصر اكتفاء ذاتيا من السكر بنسبة 90% دور الحكومة يتمثل فيه الرقابة ومتابعة الأسواق بشكل كبير أيضا يتطلب زيادة منافذ التومين في المحافظات لعرض السلع بأسعار مخفضة كذلك دعم الصناعة الوطنية للقيام بواجبها في هذه الظروف الخاص ويصل حجم الاستهلاك المحلي من السكر الأبيض إلى نحو 3 ملايين ومائتي ألف طن سنويا تنتج منها البلاد نحو مليونين وثمانمائة ألف طن وتستورد نحو أربعمائة ألف طن من الخارج وتعمل وزارة التموين على طرح السكر الحر داخل المجمعات الاستهلاكية بسعر يصل إلى 13 دولارا لكيلو جرام فيما تحافظ على أسعار السكر المدعوم على البطاقات التموينية بسعر يصل إلى 42 سنة محاولات تبذلها الحكومة المصرية للسيطرة على ارتفاع أسعار السكر في الأسواق باعتباره سلعة تحقق مصر اكتفاء ذاتيا منها وتؤكد أن البلاد لا تعاني أزمة من هذه السلعة في وقت تعلو فيه الأصوات المطالبة بالرقابة على الأسواق لمواجهة احتكار التجار لها خالد باربا القاهرة الميادين قرية سيمين كوفو في فولوكدا التي تسمى بوابة الشمال الروسي تحافظ على تاريخها وتقاليدها وتحولت إلى متحف يجسد حياة قرى الشمال الروسي في القرن التاسع عشر تقرير يارا حسن هل سمعتم يوما بالقرية المتحف؟ قرية سيمين كوفو في فولوكدا تحولت إلى متحف لمزارعي الشمال الروسي حيث تجسدت فيها حياة قرى الشمال الروسي منذ أواخر القرن التاسع عشر العمارة الخشبية نمط مميز لهندسة البناء في روسيا منذ القدم وفي هذا المتحف الاستثنائي يمكن التعرف على خصائص البيوت في الشمال الروسي بظروفه المناخية القاسية صممت القرية لتعريف الروسي بحياة أسلافهم كيف عاشوا وعلى ماذا اعتاشوا كيف نظروا للحياة وتعاملوا مع ظروفها القاسية؟ هنا تعرض مجموعة فريدة من الأبنية من تلك الحقبة مثل منازل الفلاحين والحضائر والبيوت الصيفية والتواحين لن تجد في هذه القرية منزلين متشابهين معظم المنازل صممت لتوضيح كيف تغير منزل الفلاح الروسي البسيط وتطور بمرور الوقت وتعامل مع طقس الشمال القاسي يوجد مثلا نمط من البيوت التي تقسم إلى قسمين واحد للعائلة والآخر للحيوانات التي ترعاها العائلة وثم تنمط آخر عندما تبنى الحظيرة خارج البيت كليا منازل الفلاحين تختلف ولو بشكل بسيط عن بعضها في منزل ما نجد شرفة وفي الآخر نرى زخرفة جميلة على الحائط وهذا يكون منزلا للأغنياء يقوم المتحف في الترويج التفاعلي للثقافة الشعبية التقليدية حيث يستقبل الزوارة ويقدم لهم فرصة تجربة يوم واحد في حياة قرية شمالية روسية ما يميز هذا المتحف هو أجواؤه الحية حيث يرعى الماعز بحرية على العشب الأخضر والخيول هنا وهناك تهتم بطعامها واللافت أن موظفي المتحف يرتدون الأزياء الروسية التقليدية هذا المزيج المتناغم من سحر طبيعة فولغدا ودفء وراحة كوخ الفلاح البسيط يحيي صورة ماض بثقافة شعبية مليئة بالعادات والتقاليد الأسرية الروسية الأصيلة يارا حسن قرية سيميونكفا في فولغدا الميادين ختاما إلى العنوين الاحتلال يتسلم جثة إسرائيلي بعد تدخل الأمم المتحدة والسلطة الفلسطينية واحداد عام في نابلوس اليوم بعد ارتقاء شهداء ثلاثة برصاص الاحتلال موسكو ترى أن لقاء الأسد أردوغان سيكون في غاية الأهمية وأنه يجب تهيئة الظروف له والبنتاجون يدهد العمليات العسكرية التركية في سوريا والعراق الحكومة العراقية تقرر ورع خطة لإعادة نشر قواتها على طول الحدود مع تركيا وإيران موسيقى طهران تطالب بغداد بتنفيذ الاتفاقات في مجال إغلاق مقار الإرهابيين ونزع سلاحهم والشرطة الإيرانية تعتقل انتحاريين قبل ارتكابهما عملا إرهابيا في مدينة قدس قرب طهران بيونج يانج تصف حكومة سيول بالغبية وتحذر من أن محاولات فرض عقوبات عليها لن تجدب لها الأمن والسلام موسيقى روسيا تتهم الغربة بتدمير أوكرانيا لتكريس هيمنته وزيادة أرباحه من مبيعات الأسلحة ولا أفروف يشككم في الأهلية العقلية للداعين لتصنيفها دولة راعية للإرهاب موسيقى للمزيد من الأخبار والتقارير زوروا صفحات الميادين على الإنترنت الميادين.net باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية موسيقى بي أمان الله موسيقى